تحية لكم مشاهدينا وتحية لكل شخص انضم لقلنا صحتك بيطل عليكم بحلقة جديدة وموضوع طب جديد حلقتي لليوم مخصصة لمرضى السرطان رح نقدم لكم يعني يمكن هيك بشرة خير بظل هيدا الأوضاع الصعبية اللي نحن عم نمرق فيها بظل انقطاع الأدوية ويعني أصلا إذا توفرت عم يكون سعرها لما نستطاع سبيل يعني لهيدا الأدوية حلقتي لليوم عنوانا الأمال الجديدة لمرضى السرطان بيسعدني أني استضيف لبروفيسور ناجي الصغير رئيس قسم أمراض الدم وسرطان بالجامعة الأمريكية ببيروت ومؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان السدي وأيضا مؤسس مؤتمر أفضل أبحاث السرطان مع الجمعية الأمريكية لعلاج السرطان ومدير مركز علاج سرطان السدي في المركز الطبي معهد نيف باسيل بالجامعة الأمريكية ببيروت دكتور ناجي أشهر من أن يعرف فرح نغوص نحن وياه بكل التفاصيل المحيطة بآخر العلاجات دكتور أهلا وسهلا فيك يعطيك ألف عافية شكرا لإلك وتحية لكل المشاهدين إن شاء الله تكون الحلقة مفيدة دكتور بداية يعني حضرتك على احتكاك يومي مع مرضى السرطان مؤخرا عم نسمع عن حالات كتير أكيد ما في أرقام دقيقة ولكن حضرتك فيك تقلنا قد يعني الإصابات عم تزيد أكتر عن الفترة اللي قبل اللي هو بالحقيقة عدد الإصابات ما فينا نقول إنه زاد لأنه مرأت فترة الكورونا وهالظروف الاقتصادية الصعبة فيه ناس كتير ما عملت إجراءات الكشف المبكر ولكن اللي عم بصير أنه عم نشوف حالات متقدمة أكتر يعني سببها أنه الناس كانت مخبي وقت الكورونا وقت الحجر وقت الكورونا وكمان هنا الأزمة المادية بالحقيقة عم اللي عم بصير أنه الناس عم ينطروا على حالهم واب بيكون عندهم مشاكل قبل ما يروحوا لعند الطبيب ويعملوا الفحوصات اللي يجب أن يفحصوها فعشان هيك عم نشوف حالات شوية متقدمة أكتر وكمان بسبب مشكلة الإدوي وغلاء سعره وانقطاعه فيه ناس عم يرجع يزيد الكنسر السرطان عندهم لأنهم ما قدروا ياخدوا الإدوية هون أكيد يعني عم نفوت على موضوع جداً واسع وهو أنك تعدى واليوم الصرخة أداة كبيرة بحقيقة يعني هو باللبنان إذا يعني بتقول عنا شيء يعني أعداد كبيرة من العالم طبعاً في حالات يمكن 15-15 ألف حالة جديدة كل سنة كل أنواع السرطان أوكي وهلأ فيه ناس كتير فلنوا وهاجروا أكتر يتون شباب فالناس اللي بتسخن بيصير معها أمراض بعدها موجودة باللبنان فالأعداد موجودة في حالات كتير عم بيقدروا يوصلوا لعنا فيه ناس عم توصل يعني مش بس عنا نحنا بكل لبنان بشكل عام الأزمة الاقتصادية أثرت على كل الناس وعم نحاول يعني طبعاً وزارة الصحة ووزير الصحة يعني دكتور فيراس لبياد ما فينا يعني نحط حالنا محله صعب كانت عم بتصير أكيد طبعاً ميزانية ما فيه مصاري ما فيه بس عم بيحاولوا يعني عم يبدل تجهدون ولكن فيه أمور عم بتصير يعني بالحقيقة مش مقبولة بشكل عام يعني مثلاً الدولي يعني معلش إنه إذا عم يصرفوا مئة مليون ومئة وخمسين مليون دولار كل يوم لصيرفة على البنوكي والصرافي فينا جزء صغير منه نهودي بيعطي كل بيحكم كل العالم باللبنان فيه خسارة كتير عم تصير للدولي بهالموضوع فنحنا هلأ مش بصدد أنه نفوت بهالموضوع هيدا نحنا بنتمنى دائماً أنه الإدوي تكون موجودة بالحقيقة هلأ صار فيه يعني فيه هلأ عمل للطريقة وزير الصحة والأكيب معه إنه فيه مدعوم وغير مدعوم يعني اللي بيحاجي لداهم مدعوم الدولي بتساعده والغير مدعوم يعني فيه ناس عم تشتر داهم من دبي من سوريا من مصر من تركيا بيكون متوفر عنا غير مدعوم بس ثمنه باهر فهون الأساس إنه يكون الإدوية الأساسية تكون مدعومة نوعاً ما والإدوية اللي مفعولة خفيف فينا نشيل الدعم عنا يعني بندبر حالنا بس بشكل عام فيه عنا مشكلة بعدها موجودة فيه ناس كتير عم تعاني فيه ناس بتقدر تدبر حاله فيه جزء من الناس باللبناني عشر خمسة عشر بالمئة من الناس مدبري حاله مني ولكن فيه جزء كبير عم يتعزب كتير لحتى يحب يعني هوني منشوف كمان وقفات دورية يعني لمرضى السرطان مرضى الأمراض المزمنة عم بيطالبوا بإدوية وبطبابة أفضل لقلهم اليوم دكتور عنوان حلقتنا الأمل الجديد لمرضى السرطان بدنا نحكي عن يعني ممكن العلاجات التقليدية اللي كانت موجودة اليوم لوين وصلنا بعلاج مرضى السرطان بالحقيقة يعني بلشنا نحكي بها الحلقة كنت أنا بشيكاغو بالمؤتمر الثانوي للجمعية الأمريكية لعلاج السرطان ونحكي طبعا اشياء كتير جديد وفينا نخبر الناس طبعا اللي بهم الناس أول شي عنوان يعني قبل ما نحكي بالعلاجات وغيره عنوان المؤتمر تبعنا السنة بشيكاغو كان يعني أنه نحن نتفاعل ونتفاهم مع المرضى والمرضى يكونوا شركائنا بتأمين الفحوصات والعلاج يعني للطبيب بدوا يهتم ضروري جدا نحن مش بس الأدوية كمان في انقطاع الوقت لها بيقضوا يمكن الحكمة مع المرضى هادي شغلة كتير مهمة لازم نعطي وقتنا للمريض لازم نسمع للمريض ونعرف شو بيشكي لحتى نعرف كيف لازم نعالج المريض أو المريضة بطريقة أخرى ونحن نحن نحاول أدمى فينا يعني طبعا أنه نعطي أدمى فينا وقت للمرضى لحتى نشوف شو هي بالضبط احتياجيتهم وشوف بالضبط كيف لازم نعالجهم هلأ المؤتمر نحن فيه تطورات جديدة كتير بكل الأمور يعني فيه أمراض سرطان الدماغ أمراض سرطان الرئة أمراض سرطان الكولون أمراض سرطان الثدي يعني بشكل عام مختلف الأمم نحن دائما تجيع الأبحاث نحن دائما تجيع الأبحاث بش بس بأمريكا وأوروبا والعالم كله ونحن هون في لبنان نحن في الجامعة الأمريكية زملائنا باليسوعية وبالعربية وباللبنانية كلنا بنشارك بأبحاث دولية دولية مش بس أبحاث من عنا كمان أبحاث دولية يعني هلأ في قلق مثلا بالنسبة لسرطان الثدي في إدوية كتير جديدة طبعا أول شيء الكشف المبكر هذا برور جدا وبدنا أن نرجع له يعني نحن متمنى على وزارة صحة أنه السنة ترجع للبروغرام العديد في أكتوبر أنه نعمل ماموغرافي بلاش اللي بالمستشفيات الحكومية وبسعر مخفض بالمستشفيات والمختبرات الخاصة هذه بتساعد يعني وطبعا يكون فيه سيستام أنه إذا بيان عنده شيء راجعة يعني بهمنا يكون فيه بروغرام بالبلد يعني وهلأ وزير الصحة عم بيحاول مع فرنسا كمان وجمعيات الأوروبية أنه نعمل بروغرام وقائي نجدد هالشغل يعني صرنا 25 ثاني بنعمل يعني بروغرامات وقائي وهلأ فيه محاولة اللي تجديدة الكشف المبكر يعني 80 إلى 90 بالمئة من الستات اللي بيعملوا كشف المبكر صاروا صحوا بيحموهم نحن قدمنا دراسات وحتى نشرنا دراسة شهر الماضي بمجلة الجمعية الأمريكية لعلاج السرطان أنه عنا باللبنان يعني 80 إلى 90 بالمئة من الكشف المبكر بصحوا حتى بيكونوا متقدم الحالي عندهم يعني 60 إلى 70 بالمئة عم بيعيشوا و50 بالمئة و40 بالمئة اللي بيبقى متكذب كثير عندهم عم بيعيشوا خمس سنين خمس سنين وعشر سنين اللي بيبقى متقدم ومنتشر هيدا ليش قدرنا نعمله لأنه نحن في اللبنان عنا يعني طاقات بشرية عنا طباء عنا ممردين ممردات كل شي مأمن عنا يعني بس صار فيها الأزمة الاقتصادية بس نحن كل شي مأمن عنا وللأسف يعني اللي حيصير النتائج العظيمة اللي عنا إياها خلال العشر سنين بدها تخف ليش بسبب المشاكل هذه ولازم نحلها إذا أرجنت يعني شي ضروري جدا هوني دوترة عم نشوف الصور من المؤتمر ها هي من المؤتمر هيدا المؤتمر بشيكاغو أربعين ألف حكيم يعني من أمريكا وأوروبا والعالم كله يعني موجودين كانوا هونيك بالمؤتمر ونقدم أبحاث جديدي يعني هونيك نحنا فيه أبحاث بتتقدم بطريقة بوستر فيه أبحاث بتتقدم يعني بيشرح الواحد وهوني يعني موضوع كثير مهم وفيه كثير أطباء من لبنان والدول العربية كانوا مشاركين ايه ومن أوروبا وأمريكا كانوا مشاركين يعني معنا بالمؤتمر حكا شغلات كثير جديدة عن سرطان التدي حتى الوقاية يعني الإدوي غالي هلأ صار بعد العلاج يعني صرنا نعرف عنا طرق كيف المريضة لازم نعطيها علاج كيميائي أو لا بس الفحص هذا بيكلف 3600 دولار من بعد على أمريكا فيه ناس كثير مش عم تقدر تعملوا هلأ فمنضطر نعطيها علاج للإحتياط بسار فينا نحدد مين لازم تأخد علاج مين لازم تأخد علاج فيه إدوي جديدة عم تنعطها للوقاية مشين ما يروجع المرض كمان هالإدوية غالية كثير بس بتستاهل يعني نعمل انفسنا فيها ليش لأنها عم تزيد بشفاء المرضى يعني هالإدوية الغالية هايدي يعني حتى لو هي الغالية لازم تكون توفري أكتر للناس أكيد هايدي كلها أمور بتأدي لها يعني خفض نسبة المرضى المصابين صحيح وبتخفف بعدين ما هو هلأ ندفع ألف هلأ أحسن ما ندفع عشت ألاف بعد خمس سنين هون عم نشوف صورة من الداخل المؤتمر هاي طباء هذا الدكتور محمد معطي طبيب مهم بفرنسا يعني لبناني رئيس يومية أمراض الدم يعني بفرنسا وبأوروبا دكتور اضطرقت لأمور البقائية لسرطان السدي من خلال المؤتمر شو نحكى؟ نحكى عن مثلا إدوية بتوقف نمو الخلايا السرطانية بنعطيها بعد الجراحة إذا كان فيه يعني هاي ريسك إذا الورم كبير سيعمل إن بعد الاستقصار أو فيه إدوية أيوة بعدين هلأ صرنا نعمل استقصال جزئي مش استقصال كامل صح وإذا بده خبرة كمان مشان يطلع شكل الثدي مرتب يعني بيطلع شي من له هوني نقف يعني بتشيله الورم اللي محل ما هو موجود الورم بإنشال بس ما بيترك جور الحكيم ولا بيترك ربع صدر أو نص يعني الثدي في طريقة طرق أونكو بلاستي جديدي لازم يدي الطبيب المختص بجراحة سرطان الثدي يعني الأطباء الجراحين العامين اللي بيعملوا جراحة الثدي ما عندهم خبرة كتير بالأونكو بلاستي نحن متمنى سير عندهم خبرة بأننا نعمل يعني مؤتمرات وغيره بس لازم يكون فيه جراحين مختصين بسرطان الثدي حتى دائما بينشيل بطريقة صحيحة بمترك جورة وحتى العقد اللينفوية ما بنشيلها كلها نحن نظرنا نعطي دواء بنلونها إذا ما فيه غدد بنلون بنشوف الغد اللي لازم بنشيلها وبنشيلها وإذا ما فيها شيء ما بنكفي كل الجراحة تحت الأبط لشيء ما يتورم إيدها للست فهذه التطورات جديدة كتير مهمة وحتى إذا منتشر مرض في إدوية جديدة كتير عم نستعملها واستعملناها نحن هون وقدمنا أبحاث عليها بأماركا نحن أنه تطورات بالإدوية جديدة لعلاج مرضى سرطان الثدي كمان لسرطان الرئة وقبل الحلقة مرأة اليوم العالمي لتوقف عن التدخين مرتبط بالنسبة سرطان الرئة مضبوط وسيئة بيمكن عندك مناسبة أنت هون فهذا كتير مهم التوقف عن التدخين يعني عنا باللبنان كتير الدخان والأرقيلة يعني ما هي كل نفس أرقيلة بيطلع بعلب الدخان فيه إشياء مضرة بالأرقيلة أكتر من الدخان هذه قصة كبيرة ولازم ننتبهها لكتير ومؤخرة يعني دكتور عرفات فايلي عنا ودكتور غازي زعتري بالجمعية يعني مكافحة سرطان تدخين باللبنان ودوليا حكيونا كتير عن الموضوع كتير مهم في مواد سامي عشرات مئات المواد السامي بالسيجارة وبالأرقيلة لازم نتجنبها هلأ إذا وصلنا ليصير عنده المريضة أو المريضة لأنه أنتم كمان الستات صرتوا كتير تدخنوا للأسف يعني فالمرضة فيه عندنا ستات عم يجوا عنده سرطان تادي كتير سرطان رئة ليش لأنهم بدخنوا أو مثلا إذا جاوزهم بدخن كتير هذا اللي مقال له التدخين السلبي مرقلهم كمان بينضروا أكيد يعني هلأ إذا صار فيه سرطان رئة طبعا فيه أضرار يعني برونكايتس هيك انتهابات رئة أمراض أمراض قالب أمراض شرعيين من السيجارة بس منسير السرطان العلاج صار تطور فيه تطور بالعلاج بس مكلف كتير في أدوي بتأوي مناعة الجسم ضد الخلايا السرطانية تنعط لمرضة اللي عندهم انتشار سرطان رئة أو حتى وقت تنعط بمراحل أقل قبل الانتشار بس هذي مكلف كتير يعني إذا عملنا حملات لوقف التدخين بنوفر على الدول كتير مش بس بنوفر صحة على العالم الناس بتظل صحتهم نحن كمان فاتورة استشفائية فاتورة الاستشفاء بتخف في دواء جديد مهم يعني نحكي عنه بالجمعية الأمريكية لعلاج السرطان أو مثال تريب اسمه هيدا بيخفف من احتمال عودة المرض روجعة المرض ولكن سعره كتير مرتفع أفضل ايه غالي كتير طبعا يعني نقدر يجيب الواحد بس كمان مهم يعني عم يسألوني سؤال ديك اليوم يعني 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 بسأل لأني عم بقراءها أدي حق علبة الدخان بأستراليا تعرف يا أدي 43 دولار علبة الدخان أكيد يعني يعني يمنعه نعلي السعر وسمعنا أنه اللي جئين بالمجلس النيابي عم يجرب يجرحوا يعلوا السعر لازم نعلي سعر الدخان لأنه هذا منيح للصحة ويخفف التأثور الاستشفائية والعجز اللي عنا إياه هذا موضوع سرطان الرئة نبدأ كمان نحن دكتور نضطرق لعلاج سرطان الرئة حضرتك قلت سرطان السدي يعني صار في طرق بتحافز على شكل السدي للمرأة اليوم بسرطان الرئة كيف تطورت كمان طرق الرئة سرطان الرئة في جراحة يعني إذا طبعا ما بيكون ورم صغير أوكي بعد التشخيص يعني دائما هاي مهم الناس كلنا تعرفها أنه ما بنعمل علاج قبل منشخص يعني فيه ناس بعدهم بقول عندها ورم بصدر وعلى ضو نعمل كل البحوصات ونعرف شو لازم وكيف لازم نعالج سرطان الرئة كمان بصير تشخيص يا إما بالنظور يا إما بشكة إبري على الكمبيوتر على سيتي سكان وبينشاف إذا فيه يعني سرطان بتتعالج إذا برحلي مبكرة ونحنا بنقول اللي بيدخنه كثير يعني يعني يمكن أكتر من غير نعمل سيتي سكان كل سنة لازم يكون في بروغرام نعمل سكان كل سنة لنكتشف الورم صغير انكتشف نان ورم صغير بنعمل جراحة ما بنشيل كل الرئة بنشيل جزء من الرئة لوبكتومي أو سيجمنتكتومي يعني بنشيل الجزء وبعدين بنشاف إذا بد علاجات وقائية بنعطوا علاجات وقائية هادي التطورات مهمة كمان بالنسبة لسرطان للكولون مثلا والركتوم هلأ في تطورات جديدة كثير أول شي كل إنسان كنا نقول فوق الخمسين هلأ كل واحد رجل أو إمرأة فوق الخمسة واربعين لازم يعمل فحص للخروج نتأكد أنه ما في دم بالخروج ويعمل نظور للكولون ركتو سيجمويد وكولونوسكوبي مرة بين الخمسة والعشر سنين مرة كل خمسة أو عشر سنين حسب طبع هذي كتير مهمة من اكتشفهم بوليب عباكير وبيشيلوا طبيب الجهاز الهضبي يعني منخفف من احتمال يصير عنده سرطان بعد خمسة سنين وعشر سنين خمسة عشر سنين هذي كتير مهمة لازم كمان نعملها الوقاية أفضل من العلاج يعني درها وقاية أفضل من كنتاري علاج مثل ما بيقول العلاج جديد لألك هلأ حتى وقب يكون في سرطان الركتم ومتقدم يعني فوق الركتم شوي بالزمنات كان دائما ينعمل جراحة ينعمل لهم فتحة عجناب أو يبطل سفنكتر تبعهم الخروج طبيعي هلأ في طرق جديدة كتير لنحافظ على الركتم لنحافظ على الخروج بشكل طبيعي يعني علاجات كيميائية وبجراحات متطورة كمان أنه نحافظ على الجزء الأسفل من باب البدن حتى يظل المريض يخرج بطريقة جيدة دكتور يعني يمكن هذا صرخة للأطباء أيضا وليس للمرضى أنه يتم التشخيص بدقة أكتر وما نعرض ضغر المريض لكن علاج كيميائي وأما جراحة أنواع السرطان عديدة يعني وكل نوع له طرق علاجه اليوم على صعيد لبنان شو أكتر نوع يمكن منتشر بعتقد بنظرك سرطان الرئة أكتر شيء عند الرجال هو سرطان الرئة وسرطان البروستاد أكتر cuanto عديد الرجال سرطان الرئة وسرطان البروستاد وليس لديو سرطان المبولي رأس وك美國 فع losing سرطان في مصر كيف البل الرجر يวก الجر السرطان البرازيت موجودة بالمي. النقع المي هيك. بس عنا باللبنان سببه هو التدخين. وفيه جراحات جديدة متطورة بالنسبة لسرطانات هاي دي كلها كمان. علاجات مضادة للهرمونات. جراحات. يعني صار ضروري جدا صار فيه تخصص. يعني لازم الأطباء اللي بيعالجوا هالمرضة ما عاش فيه طبيب يعالج كل شي. بهالأمور قد ما تطورت. صح تطورت. نازم فيه اختصاص. والناس عندنا صارت تسأل عن طبيب مختص. يعني الناس عم تسأل عن طبيب مختص. هون خلينا نقف على توقيت الصح الفحص المبكر والذهاب يعني عن طبيب مختص لا يشخص الحالة مزبوط. الفحص يعني الفحوصات الكشف المبكر هاي دي طبيب العام بيعملها بيعرفها. ولكن من بعد التشخيص هون. ايه اكثر. فيه ارشدات. يعني نحن عندنا ارشدات لازم وزارة الصحة تشدد على ارشدات الكشف المبكر. وهون الجمعيات اللي يعني طب العائلي. الطب الداخلي. الوقايي. كتير مهم انه نشدد ارشدات والمؤتمرات اللي بنعملها على الكشف المبكر. خلينا نوقف عند المسئولية اللي موجودة على المريض. يعني يلي يمكن بيعاني من سرطان رقاوة بيخضع العلاج ولكن مستمر بالتدخين. بيجيك يمكن هيك حالات. هون قدي على عندهم عليه المسئولية. ايه هلا هو يعني اذا المريض عنده سرطان منتشر. اوك. وبيقلي بده يكف الدخان. اذا بعرف انه ما يصح بتركه يكف الدخان اذا يبسط فيها. اوكي. ولكن اذا بنعرفه بصح لا لازم يوقف. حسب الحالة. ايه. انه اذا بمكن صح لازم يوقف ويكون مثل لأفراد عائلته. للناس اللي بتعرفوا. وللعالم كلها انه لا لازم نوقف التدخين. نعم. دكتور يعني اخيرا الوقت دهمنا شوي. قديش يمكن التمسك بالامل والمسابرة على تلقي العلاج. ويمكن الحل الوحيد لمرضى السرطان اليوم. شو بتوجه لهم رسالة لمرضى السرطان. مرضى السرطان يعني بوجههم الرسالة. يعني نحنا معهم. ونحنا حدهم ونحنا عم نطالب بحقوقهم. وهني كمان متل ما عم يعملوا عم بيطالبوا بحقوقهم. لازم يضل نرفع الصوت. لازم ضل نرفع الصوت. يعني ما في حق بروح اذا فيه حدا عم بيطالب فيه. الصحة يعني انه حقهم. حقهم يعني دكتور تماعيل سكاريه دائما بيقول الصحة حق وكرامة. معه حق يعني. الصحة هذه كتير مهمة. ونحنا بننا نبدل كل جهدنا لنساعدهم. يعني نامن لهم العلاجات. انا عملك عندي مرضى بتكون المريضة صحتها كتير منيحة وماشي منيحة تتأخر العلاج. ولكن ما فيها تجيب الدواء بيرجع بيروجع المرض عندها. وحتى فيه اوقات ادوية عم تجي من بره فاسدي. اننا ننتبه. هذا موضوع ثاني. بتبقى ايه بتبقى ادوية فاسدي. في ادوية في تهريب. في يعني حاجة الناس بتروح بتشتري. بيطلع دوية فاسد. نحن الجامعة الامريكية دائما نفحص هالالادوية لنتأكد قبل ما نعطيها انها مش فاسدي. هذه كمان بدأ انتباه. فهون احنا بنقول انه لازم منكمل. يعني بالعلاج لازم ما انه نقول لا خلص. نقطع الامل. ما بن نقطع الامل. دائما فيه امل انه الامور تتحسن. وان شاء الله الامور تتحسن بالبلد. دكتور اخيرا ادي. شو كفيه لالادوية الفاسدة انه تعمل بحالة المريض. يعني يلي بيشتروا وهم وبيلحقوا اي حدا هوني كمانا لازم نضوع على هذا الموضوع. في ادوي طبعا. هذيك اليوم كشفوا الامن الداخلي يعني الامن. كشفوا شبكة تهريب ادوي. في ادوي بتجي من بره. في ادوي بتجي هون. تنعمل هون. تنبعث. يمكن الدواء ما يكون محفوظة منيح مثلا. حتى لو ما كان يعني يعني فيه غش. بس كمان فيه انه دواء يمكن يخرب على الطريق. او كعرب اما فيه. او نقطع. او فيه ناس يعني بيبوا جايبين دواء بنفحص ونحن بيطلع فيه ماي. ما بيطلع فيه دواء. بدون ينتبه. كل شي بيجي من بره. نحنا لازم ندقق فيه. يخضع وجودك معنا. مشاهدينا هذه كانت حلقة صحتك. بتمنى نكون نقدرنا نحيتكن باحدث طرق العلاج. ونسمع على نصايح بروفيسور ناجي. لانه يعني اكتر شخص يمكن بيعرف شو يعني سرطان. شو ما كان نوعه واحدث طرق العلاج. كان معي بروفيسور ناجي الصغير. رئيس قسم امراض الدم وسرطان بالجامعة الامريكية ببيروت. برجع بلتقنا وياكم بحلقة جديدة وموضوع طب جديد انترونا. اشتركوا في القناة